اشتركوا في القناة اشترك لما اصدر الارادة الملكية السامية بتطبيق احكام قانون الدفاع كان طلبه من رئيس الحكومة واضح وصريح ان يكون ان يكون كل قرار يصدر بموجب قانون الدفاع او كل امر يصدر بموجب قانون الدفاع ان يكون متعلق بوباء كورونا ومكافحته وفي اضيق الحدود هذه كانت العبارة صريحة واضحة من جلالة الملك الان عندما يتدخل في عمل الجهاز القضائي السلطة القضائية هي سلطة مستقلة حسب احكام الدستور وهي التي تشرف على اعمال القضاء وبالتالي عندما يصدر امر بتعطيل السلطة القضائية لوحدها لمدة عشر ايام ويتضمن امر الدفاع امور تتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية وهو قانون اجرائي عندما يتدخل في التبليغات عندما يتدخل بتسجيل الدعاوة عندما يتدخل بموضوع الدفع الرسوم هذا امر لا علاقة لوباء كورونا فيه ولا علاقة لرئيس الوزراء بهذا الامر وهو تدخل واضح جدا في عمل السلطة القضائية ولذلك هذا يخالف احكام الدستور اولا ويخالف قانون الدفاع ثانيا الذي طبق فقط لمكافحة وباء كورونا والسلطة القضائية كما نعلم انه في اجراءات اتخذت كثيرة بالتنسيق بين نقابة المحامل والسلطة القضائية منذ بدء الجائحة كان دائما القرار مستقل ونابع من السلطة القضائية وليس باوامر دفاع وبالتالي هذا الامر يخالف احكام الدستور اولا كونه تدخل تدخل سلطة في عمل سلطة ثانيا تدخل في قانون اجرائي لا علاقة له نهائيا باعمال او بمكافحة الوباء احنا كان في عنا الف وسبع وعشرين مراقب من نقابة المحامين في كافة انحاء المملكة ولدينا اكثر من الفي ملاحظة ومخالفة موجودة لدينا الآن وسوف تصدر بموجب تقرير صادر عن نقابة المحامين بكل ما يتعلق بهذا الامر لا اريد ان استبق الامور سوف يصدر تقرير مفصل عن كل المخالفات بشأن الانتخابات النيابية صاحب الصلاحية المطلقة في هذا الموضوع الجهة التي تنظر في الطعون الانتخابية وهي المحكمة اذا القضاء هو صاحب القرار الفيصل في هذا الموضوع فلا نستطيع ان نستبق الامور اذا قررت المحكمة ان الانتخابات في هذا الموضوع انه هذا ناجح وهذا غير ناجح تستطيع ان تسقط العضوية نعم لكن هذا يحتاج الى اجراءات قضائية المحكمة طبعا تستطيع ان تقوم فيها وتصدر قرارها بناء على ما هو موجود من بينات لا يوجد حصانة يعني بهذا الموضوع ويعني بتتم محاكمتهم حسب الاصول وكل من خالف ستجري محاكمته متى يكون النائب لديه حصانة عندما تعقد الدورة العادية لمجلس الامر والان ما في عنا دورة عادية لغاية واحد اتناش وبالتالي لا توجد حصانة والمحاكمة تجري محهم مثل اي شخص اخر دون اي حصانة اذا اكتشف انه اشترى اصوات بالمال الاسود او زور يعني اجراءات عديدة تسقط عضويته اذا ثبت انه نجح بسببها غير ذلك لا تسقط عضويته او اذا تبين انه انه يعني مع انه المفروض الهيئة المستقل اللي دققت يعني انه تبين انه لا يحق له الترشح ابتداء لا استثناهم امر الدفاع 22 استثنى الاجتماعات الدستورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة